اهلا وسهلا بكم تلميذي الاعزاء في قناة الاستاذة مزين هذا الفيديو ان شاء الله راح يكون مختلف على الفيديوهات السابقة درته خصيصا لسنة الرابعة متوسط يحتوي على مجموعة من النصائح المفيدة لراح اتفيدو بثاف في الشهادة خاصة في مادة التاريخ والجغرافية راح نكثر منه لانه رانا مقبيلين او تفصيلنا شهر فقط على هذه الشهادة اذا قبل كل شيء عندي مجموعة من الاشياء اللي لازم نبهها عليها حذاري ثم حذاري من الدورات اللي تقول في دورتين تقدر تحفظ التاريخ والجغرافية والمدنية بتقنية الذاكرة في مدة لا تجاوز ثلاث ايام صراحة انا كاستابة تعطيدي ثلث ايام ما نقدرش نحفظ على هذه الدورة اللي راهم يتكلموا عليها انا ما كذبش عليكم كأنه راهم يسرقوا في التلاميذ خلص مليون مليون ونص باش التلميدي يجي يحضر هذه الدورة تعثلت ايام تلميدي العزيز تلميدي المشاهد اللي راكت شاهد فيها هذ دورة كامل ما كش منها ليحب يقرأ التاريخ والجغرافية والمدنية يحفظ من بداية السنة ليقعد له شهر ما يفقدش الامن تعطي له خطة كيفاش يقدر على الاقل يلحق سبعين بالمئة من الحفظ ما شين قلوه في فلت ايام خلص مليون ولا مليون ونص ندروا الدورة تسمى بي تقنية الذاكرة ولا معنى بلش وشي تسموها في ثلاث ايام لا لا بنغلطوش التلميذ هذي التنبيه الاول ثانيا التلميذ ننصحه ونعاود سوء تتلاميذ ممانس في القسم توجه ونقولها لهم تجنب الاكثار من المصادر والملخصات والكتب الخارجية وش نقصده بهذه معناتها انه تلميذ المصدر تاعه الاول هو الكراس الكايت تاع بخوف تاعك اللي تقرأ به في القسم هذك هو المصدر تاعك لانه لا لانه انت من بداية السنة الى نهاية السنة وتحفظ هذك الكراس نحن الذاكرة تاعنا عندها الذاكرة البعيدة والذاكرة القريبة ما انت كتفو تصارجع ملكايت تاعك سيبه المعنومات دخلت جذبك ما تروح تراجعها تحاول ترجع لك وانت معالها فهدية تروح تشوف الملخصات تجيب في الكتب الخارجية تروح تحفظ يدخل لك الحفظة تدخل ما يشي ما يدخل لك من تحداك الى يوم امتيحان تروح تجوز اذا تتفكرهم مستحيل لانه علاه وظاهرة هذه تاع الملخصات ما كاش حاجة ابنائي ما كاش حاجة اسمها الملخصات الملخصات صح راني معك اذا الملخصات ملخصات عفوة درتهم انتايا انا قريت قريت كامل الكراس في القسم مع الاستاذ وانبعد بديت اللخص اللخص كيفاش اللخص انا اللخص بالطريقة اللى تساعدني انا ندير مخططات ندير الاشياء اللى نقدر نجد اصلا الحفظ لحفظ عندك تكون تحفظ كان اشياء تذكرك باشياء هكذا تحفظ يبا الملخص انتالي تديره انا ما نقدرش نروح نحفظ ملخصة استاذ فلاني ملخصة ترعون في التغنات في الفيسبوك في الباشرة الفلانية لا لا الملخصة اذا قدرتهم انتاكو عني معاك تعتبر كان رؤوس اقلام تعتبر كان مفتاح ليك انتا سحبش تمدها الاخرية يراجع منها لا لا هذا قتلكم انبهكم لانه ذلك سيجعل لك تدخل في دوامة تل اختلاف المعلومات مثلا ان يجيبون الكتب الخارجية ويجيبون خاصة نقطة من الدغنات والمصادر منها يقولوا عندهم احنا يعرفوا بالتاريخ والجغرافية في هذه المعلومات كثيرا المعلومات تختلف والتلميذ يختلفوا عليه المعلومات سيدخل في دوامة من بعد نهار الشاهدة الهار يجوز يحدث له ارتباك ما يقدر يجاوبوا كيف ينطلوا الأستاذ في الكايتاعة ما يقدر يروح يجاوب حتى يقعد هكذا كيدور بخيفة تروح للكايتاعة هو المصدر الوحيد لك هذا ما قلت جيد نروحوا الى نقطة الثالثة اللي هي قلت قائمة التواريخ احفظها في مكانها وش نقصده احنا قائمة التواريخ نلقى التلميذ عنده قائمة ويحفظ التاريخ فلاني وعد وعد بالفروين كايين قالون الخاص معركة نفارين كذا 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 لا لا من التاريخ الكراس تاعك رافي كامل التواريخ احفظ من الكراس الاستاذ ملزم على انه في الكراس كل تاريخ مهم يتيروا في كراس احفظ من كراس كما تزج في بلاستو احفظه في بلاستو هذي وش معناتها احفظها في مكانها لانه على هنه وش نسموها حنا يبلغ في التاريخ نسموها كرونولوجيا كرونولوجيا الاحداث معنتها تسلسل الزمني في الاحداث انا نحفظ الامير عبد القادر في الكاهي التاعي من بعد نذهب الى احمد باي من بعد نذهب الى السياسات الاستعمارية كيفاش جات كل واحدة وتاحها كامل ومن بعد نحفظ التواريخ لغم جايين في الطورة التحريرية بالترتيب مش نروح نشد القائمة ونبدأ خلط نحفظها هذيك حفظها هذيك كامل ما كش منها تبع الكرونولوجيا الاحداث جيد نقطة اخرى من اجل تسهيل العملية الحفظ لابد من اولا انت باش تروح تحفظ حاجة اللولانية عليك كامل تكون فاهم الدرس لو كما تكونش متحداك وكما تكونش فاهم الدرس مستحيل تقدر تحفظه واذا حفظته وانت مكش فاهمه راح تنساه هذي اوفيسيان حاجة اللولانية لازم تفهم الدرس تاعك بعد ما تفهم الدرس حاجة الثانية هنا تروح الى عملية الحفظ يقول لك هنا يقولون مهوض باكرا للحفظ لانه الذاكرة تكون نشطة ما عليش بصحة ما ننسوش بانه كاين فروقات بين الاشخاص كاين لي جه الحفظة في الليل اعطشت علي كاين لي يقول لك انا مر لعشة كاين لي يقول لك انا مر ضهور كاين لي يقول لك انا مر ضهور كاين لي يقول لك انا صبح هنا عندكم حرية الاخذية اختيار جيد ويقول لك من اجل الذاكرة القاوية لازم النوم باكرا والكافي نحن نكتفو غلوب لين نوم الكافي ما تتعبش روحك وتصهر بزاك في الصغة والشهر الاخير لانه راح تضور عليك الاكل الصحي اي فيتي الماكلات تعبضه كل غير الاكل الصحي الرياضة الحركة معناتها كي تدير بروغرام بتاعك وتقرأ كامل لازم تدير فيه الرياضة على الاقل مرة في الأسبوع ومشيك كامل تقعد صنزاري وتتقرأ اكيد تنظيم الوقت الان رانا وصلنا الى اسبوح قبل الامتحانات اسبوح قبل الامتحانات تلميذ خلاص يكون كمل عملية الحفظ وش لازم عليه يدير اعادة مراجعة كل الدروس الكايل يكون قدامه الكراس بتاع التاريخ والجغرافية والمدنية يشد هذا الكراس كل درس يقعد معه عشر دقائق فقط يعني خفيف خفيف ويزيد لحل تمارين حول المنحنايات او الرسمات يحل كامل تمارين تمارين على اليوم باش ما ترحلوش لاميتوط الطريقة ما تطبحلوش وتروحلو هذين نتكلم على اسبوع قبل الامتحانات جيد نروح الان الى يوم قبل امتحان مادة الاجتماعيات اخرين يقول لك النهار تكون جوز في الامتحانات ما ترفضش ما ترجعش لا يوم قبل الامتحانات افتح الكراس تكون جوز اليوم الول ما تكون ليس التاريخ الجغرافية اليوم الثاني العشيك يتوصل ربوزيت رياح ما تريدك عيدي وعكت على الاجتماعيات انت وشد هنا هنا يما حاش تحفظ اكيد راح تشد الكراس تاعك تبدأ تقلب فيه ورقة بورقة افتح كراسك وقلب صفحاته كأنك تقرم تقرم من الورقة من الولى الثانية اقرابك اقرابك من الولى الاخرى سوف ترتب في الافكار تاعك في المختاعك هذا ما كان قبل ما تروح ترقد كده ترقد اصبح تنوض اصبح تنوض الاجتماعيات تجوزوا هالعشية الي يقدر يزيد يشوف الكراس يعاود يقلبه كأنه البوم صور يشوفه من الولى الاخر يقدر وليش فروحو بلي ما يقدرش حد تخلط عليه الامور ما يزيد شي يفتح هذه هي من بعد كي يوصل الامتحان اكيد قبل الكرشي انتوكلوا على ربي سبحانه ولا راح يسهل الامور هذه هي نصائح كامل اللي مديتهم لكم فقط بعض التعليقات احد التعليقات قاتلي تلميذة قاتلي استاذة انا نكون حافظة جسد ما يشدون الاخرين ننسى كامل وننسى الدرس الاول الدرس الثاني تخلطوه لي كامل النصيحة اللي انا اعطيها لك هي انه ماكينة سياح تحتج الارتباك هو اللي يدارلك هكذا وما تكثريش المصادر خلي المصدر واحد فقط اللي كلي هو الكراس والشرح الشرح مشي ناسبك هذه القناة ترا هي تاعي امامك الشرح اللي تحتاجه نقدر نوفره لك هذه كانت هذه هي نصائح لنقدر نمدها في مادة الاجتماعيات انتظروا لي في فيديو اخر ان شاء الله راح نديركم تحفيزته لكيفاش تتعامل مع ورقة ورقة التاريخ والجغرافي ويجيب فيها اعلى عالمه شكرا لكم على حسن المشاهدة واذا اعجبكم الفيديو ما تنسوا ليش الضغط على زر الاشتراك والاعجاب ليصلكم كل جديد وشكرا لكم على حسن المشاهدة اشتركوا في القناة